بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله وقاتكم أبناء الطلاب وكل عام أنتم خير في هذا الشهر الفضيل أتمنى من الله أن يذهب الغمة وتعودون إلى مقاعد الدراسة كما سابقا محاضرة اليوم بعد أن أنهينا عبر نظام الموديل التعليم الإلكتروني بالجامعة محاضرات التحقيق الصحفي وتعرفنا على أنواعه وكيف ننفذه وكيف نقوم بكتابته اليوم ستكون المحاضرة الختامية في كتابة التحقيق الصحفي وهي مهارية بمعنى نتعلم ما هي مهارات كتابة التحقيق الصحفي وما هي المهارات التي يجب أن نستفيد منها في الكتابة الصحفية وفي الكتابة للتحقيق الصحفي بشكل نعم لا شك أن التحقيق الصحفي وهذه معلومة ونقطة مهمة جدا 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 التحقيق الصحفي دائما وأبدا يكتب على قالب الهرم المعتدل التحقيق الصحفي للمرة الثانية يكتب على قالب الهرم المعتدل لا قوالب أخرى ولكن هناك أساليب أخرى ما هي الأساليب؟ طبعا التحقيق الصحفي أو بني التحقيق الصحفي نمرة واحد التحقيق المبني على العرض الموضوعي والتحقيق المبني على العرض الموضوعي هو الذي نستخدمه في الكتابة الصحفية سواء كان بدأنا بقصة إنسانية أو بدأنا على لسان المتحدث أو على لسان المحرر أو خذنا تصريحات أو حسب نوع المقدمة المستخدمة في كتابة التحقيق الصحفي مع أنني أميل إلى المقدمات الإخبارية لأن التحقيق الصحفي في جسمه يحتاج من الحصول على معلومات ممكن تبدأ مقدمة تساؤلية ممكن نبدأ مقدمة إنشائية يعني حسب الموضوع إذن أول جانب في كتابة التحقيق الصحفي يتحقيق الصحفي المبني على العرض الموضوعي وهو الأهم والأكثر استخداما النوع الثاني اللي هو التحقيق الصحفي المبني على السرد القصصي وهذا النوع من التحقيقات يسرد سردا قصصيا بمعنى أن بدل ما يكون عندي مقدمة وجسم وخاتمة وتبدأ المعلومات من الأكثر الأهمية إلى الأكثر أهمية تكون عندي المقدمة اللي هي بداية القصة والجسم يكون العقدة القصصية والخاتمة طبعا هي خاتمة القصة وهذا النوع من أنواع الكتابة الصحفية يحتاج إلى قدرات ويحتاج إلى قراءة ويحتاج إلى مهارات ويحتاج إلى تدريب ويحتاج إلى قراءة متعمقة ومن الأنواع الصعبة النوع الثالث وهو مفروض يكون الثاني اللي هو التحقيق الصحفي المبني على الوصف التفصيلي عندما نقول وصف تفصيلي لا بد أن تصف الشخصية والمكان والحدث والطريق إلى الحدث والأحداث وصفا دقيقا شاملا متكاملا ولا أعتقد أن الصعفي اليوم في ظل التطورة وحتى القارئ اليوم لديه القدرة أو الرغبة في قراءة كافة التفاصيل لأن الوصف التفصيلي الكثير قد يدخل الملل على الكتاب طيب هناك اتجاهات حديثة نعم هناك اتجاهات حديثة في الكتابة الصحفية للقالب الهرم المعتدل المبني على الثلاث الزاء ما المقصود؟ يعني المقدمة ممكن يكون فيها سرد قصصي في الجسم ممكن يكون هناك جزء من الوصف التفصيلي إضافة إلى العرض الموضوعي هل يجوز الخلط؟ نعم يجوز الخلط نعم يجوز الخلط الاتجاهات الحديثة اليوم في الكتابة الصحفية تقوم على الكتابة البصرية لماذا؟ لأن في الصحفة لدينا منافسة منافسة الكاميرا منافسة اليوتيوب منافسة بشكل عام منافسة الصورة الصوت والصورة عندما اندمجوا في الكاميرا أصبحنا الصعفي مقيد ومكبل يعني ما تنقله الكلمة كما قال أحد علماء التصوير الكلمة الصورة بألف كلمة فإن لقطة الفيديو قد تكون بمليون كلمة وقد يكون هناك لقطات فيديو يصعب علينا تفسيرها نقف مسلمين لها هي تفسر نفسها بنفسها لا نستطيع أن نفسرها وإن قلنا عنها شيء قد نؤثر على جودتها وعلى دقتها وعلى إمكانيتها طيب ماذا نعمل؟ اليوم الاتجاهات الحديثة في الصحفة هي اتجاهات الخلط الخلط العلمي المتناسب يعني لا يجوز الاكثار من العرض من السرد القصصي لماذا؟ لأنه نحن نعرض لتحقيق صحفي بأهدافي كما تحدثنا في المحاضرات السابقة ما هي أهداف التحقيق؟ وقلنا أنه حسب الخريطة التي سنتطرق إليها إذن يجوز لنا أن نستخدم الجزء من العرض الموضوعي وهو الجزء الأكبر مع شوية سرد قصصي على وصف تفصيلي هذه الخلطة اسمها الكتابة البصرية الفيتشرا الرايتر للكتابة البصرية لكي نكتب لكي نرى أو نكتب نحن ما نرى أو نكتب لكي يرى القارئ والهدف العام أننا أوصل له الفكرة في نقطة مهمة جدا في الكتابة الصحفية هناك ألاف التحقيقات الصحفية التي هي في مكوناتها داش برم زيادة على الفاضي داش برم زيادة على الفاضي كمان مرة داش برم زيادة على الفاضي لماذا؟ لأنها تجتمل على معلومات متكرمة طب ما هي مهارات الكتابة للتحقيقات الصحفية؟ أهم مهارة اللي هو سنتعلمها اليوم إن شاء الله وبناء عليها نمضي في كتابة تحقيقنا اللي هي مهارة إعداد الخريطة الذهنية للكتابة الخريطة الذهنية للكتابة الصحفية ما هي الخريطة؟ الخريطة هي التي تحدد تحدد محاور تحدد اللي هو الهدف العام أو الطريق العام أو اللي هي الأنموذج العام الذي يحدد بداية القصة أو بداية الكتابة وسنأخذ مثال تطبيقي حي لكي نطبقه على خريطة ولكن قبل هذا المثال لا بد من معرفة شيء واحد ما هو الهدف من التحقيق؟ وهذا أنت أنت من يحدده؟ من أنت؟ أنت كصحفي أنت كطالب أنت كمحقق أنت تعرف لماذا تقوم بهذا التحقيق؟ ما هو الهدف من هذا التحقيق؟ ولدينا أمثلة ونماذج تناقشنا فيها عبر جروبات الواتساب وغروبات الماسنجر للطلاب وطالبات وقلنا أنه كلما عرفت ماذا تريد من التحقيق كلما كانت تحديدك لمحاور التحقيق صحفي الآن بعض الصحفيين بيشغل نفسه في إعداد الأسئلة التحقيق وبيشغل نفسه كيف أنا حكت بالتحقيق ومن أي سؤال أبدأ لا تركوا لي هذا كله القالب واضح مقدمة وجسم وخاتمة ولكن كيف نرتب هذا القالب أو هذا الانموذج؟ الترتيب يبدأ من عندك نمرة واحد تحديد محاور نمرة واحد تحديد هدف التحقيق طب ما علاقة هذا في الكتابة؟ إذا حددت هدف التحقيق أنت في إعدادك للتحقيق وفي جمعك لمعلومات التحقيق من أجل تفريغها وكتابتها ستعرف كيف تمشي هي هذه الخطوة الأساسية التي تديك بعدها خطوات تحديد هدف التحقيق طب ما هو هدف التحقيق؟ أنا أقوم بعمل تحقيق عن الرياضة في رمضان الرياضة في رمضان هناك تحقيق عن عادات وتقاليد رمضان هناك تحقيق عن العلاقات الأسرية في رمضان تحقيق مثلا عن التعليم الإلكتروني في زمن كورونا ماذا أريد من هذا التحقيق؟ هذا التعليم الإلكتروني هل تجد له حلول؟ هل بيدك حلولك محقق صعفي؟ بعد أن نحدد الهدف العام نمر اتنين اعلم أنك صحفي ولست صانع قرار أنت مش صانع قرار نحن لسنا صانعي قرار معظم الصحفيين يعتقد نفسه أنه هو السلطة الأولى وما في حدا السلطات قبله وبالتالي هو أحدهم يقول لك سأضربك مقال أجيبك الأرض أحدهم يقول سأعمل عنك تحقيق لا يا أخي التحقيق الصحفي يجب أن يكون له هدف نحن نسلط الضوء نحن ندق الناقوس نحن نقرأ الجرس نحن نحيل المسؤوليات للجهات لسنا جهة اختصاص لسنا شرطة ولا مجلس تشريعي ولا مجلس نواب ولا سلطة قضائية ولا سلطة تنفيذية نروح نعتقل ونسب ونتهم والقاعدة الذهبية في إعداد التحقيق قلنا سابقا في أي تحقيق أي إن كان نوعه يجب ألا نعمم ألا نعمم ما تعممش المتهم بري حتى تثبت إدانته في خطاء ماشي في أخطاء ونطبق سمات التحقيق لو فكرينها لما نقولنا خمس سمات للتحقيق أنت صحفي مش صانع قرار أنت ترشد صانع القرار عشان هيك طيب ماذا نحددش هدف التحقيق ممكن يكون هدف التحقيق إرشادي طيب إذا كان هدف التحقيق إرشادي لابد من يقرأ هذا التحقيق أن يتم إرشاده وتجيب على كل الأسئلة التي تبدو في ذلك إذا أنت عامل تحقيق صحفي وعارف حالك أنك أنت هذا التحقيق بدرشد في الناس زي إيش مثلا زي العادات رمضان زي ما في عادات إيجابية في رمضان في عادات سلبية ما هي العادات الإيجابية التواصل الأسري عادة إيجابية التعاضد بين الناس عادة إيجابية التزاور عادة إيجابية رسالة طعام لما جار جيرانك ببعتولك صحي عفوا وأنت بترسل طعام لأهلك ولأخوانك ولجيرانك لو حتى كان جزء من هذا الطعام ونحن في هذا الشهر الفضيل هذا يحقق الألفة والتعاضد والتحاب بين الناس ولكن ما هي العادات السيئة اللي موجودة في هذا الموضوع أو ما هي العادات السيئة في رمضان نهدار الطعام نحن نصنع ألاف مؤلفة من النماذج التي تهدر بعد عندما ينتهي الإفطار يتم التخلص منها إذا أنا أبدأ أعمل تحقيق صعفي عن عادات رمضان الإيجابية والسلبية يجب أن يكون تحقيقي إرشادي إرشد الأسرة وإرشد الأم وإرشد الأب وإرشد كل من له علاقة في هذا الموضوع وبالتالي حقق له أفضل الطرق لكي يستفيد من هذا الموضوع طيب العلاقات الأسرية طيب ممكن أحد أقول لك لا أنا مش عاوز تحقيق إرشادي أنا أدي تحقيق ترفيهي إذا كان الهدف منه تحقيق الترفيه يجب أن نركز على العادات الجميلة الترفيهية كان عنا عادات زمان الحكواتي انقرضت كان زمان اللمة الناس انقرضت كان زمان الأطفال يتعلموا من مجالس الرجال هذه العادات انقرضت العلاقات الأسرية أصبحت علاقات إلكترونية إذا أنت هل هدفك إرشادي ترفيهي ممكن أن يكون هدفي إعلامي بس إعلامي فقط أنا أريد أن أعلم الناس زي قضية التعليم الإلكتروني لسنا موضع شركة الاتصالات إذا أردنا نتحدث عن التعليم الإلكتروني خاصة بالجامعات هذا قضية متشابكة يدخل في إطارها الجامعات والاتصالات والكهرباء والظروف العامة والطالب نفسه وأهل الطالب والإمكانات المادية للطالب وغيره هذه قضية كبيرة شائكة متشابكة وبالتالي لسنا نضع ما الحل طيب أحنا لا نريد أن نمارس التعليم الإلكتروني ونريد أن نلغي التعليم الإلكتروني ثم ماذا إذن يجب أن يكون هناك بدال إذن في هذه التحقيقات وغيرها كثيرة أنا لا أتحدث عن تحقيق بعينه ولكن هناك تحقيقات كثيرة تحقيق إعلامي الرياضة في رمضان هذا ترفيهي قل للناس كيف يمارسون رياضتهم في هذا الشهر الفضيل وما هو الوقت المناسب لممارسة الرياضة وما هو الوقت المناسب وما هو الأكل أو الطعام المناسب لتناوله على وجبة الفطار وما بين الفطار والصحور العديد من الأكلات والآخرين إذا كان ممكن يكون هدف رشادي ممكن يكون هدف تعليمي ترفيهي إعلامي ممكن يكون هدف تعليمي تعليمي نحن نحتاج إلى العديد من التحقيقات التعليمية ما علاقة هذا الهداف بالمهارات إذا كان لديك هدف واضح أنا عاوز أعمل تحقيق تعليمي عن الرياضة في رمضان يبقى يجب أي شخص لم يمارس الرياضة مطلقا وقرأ هذا التحقيق أنت تقوم بدور تعليمي له كيف يمارس هذه الرياضة وما هي إجابيتها وما هي سلبيتها وما هو الوقت المناسب لممارستها وما هو أبعادها إذا أننا نتكلم عن خمس محاور خمس محاور وهذه الخمس محاور هي محاور كتابة التحقيق فكرة التحقيق أصعب من تنفيذه والهدف من التحقيق معرفة الهدف من التحقيق بتخليني أنا كصحفي أو كطالب يقوم بإعداد تحقيق صحفي بتخليني أننا قادر على أننا أحدد محاور أو خريطة هذا التحقيق ممكن أن يكون تعليمي وممكن أن يكون تفسيري إذا أردت أن أقوم بتحقيق تفسيري يجب أن نفسر كل الظواهر اليوم لدينا مشكلة يعاني منها أبناء مجتمعنا الفلسطيني في ظل الوضع الحصار وفي ظل وضع جائحة كورونا ما هي المشكلة؟ المشكلة اللي هو النشاط أو التسويق الإلكتروني عبر صفحات التواصل الاجتماعي وعبر الفضاء الإلكتروني طيب ماذا في التسويق الإلكتروني؟ في له شقان شق إيجابي وفي شق سلبي له شق اللي هو انتشار شركات النصب التي تنصب على الناس باسم التجارة الإلكترونية وهناك ألاف الأشخاص الذين تم تغرير بهم وخسروا طيب إذا أنا أردت أن أفسر هذه الظاهرة والتفسير لا بد من العودة إلى الجذور جذور هذه الظاهرة هناك ظواهر إيجابية انقرضت طيب ما الحل؟ نسكت؟ لا هناك في متغيرات مشتمعية طيب ما الحل؟ الحل لا بد من الذهاب إلى توضيح لهذه الأشياء وتفسير هذه الظواهر ونرجع إلى فكرة التحقيق ما هو التحقيق؟ هو الذي يبحث في الجوانب الإيجابية والسلبية وهو يبحث ويفسر ويشرح ويحلل الأبعاد السياسية الاقتصادية الاجتماعية أيا كانت هذه الأبعاد التي لها علاقة بفكرة التحقيق من هنا تأتي الخريطة خريطة التحقيق الصعفي التي سنطبقها على موضوع عادات رمضان ما الهدف؟ الهدف ترفيه وممكن يكون هدف إرشادي يعني هل يجوز تجمع بين هدفين؟ نعم إذن هذه الخريطة كيف نعد الخريطة؟ نرسم هذه الدائرة وهذه هي بتكون قلب الخريطة وقلب الخريطة يعني هو المحور الذي نرتكز منه طيب ما هو الموضوع؟ الموضوع اللي هو عادات رمضان بين القديم والحديث مدام هو ترفيهي وإرشادي نبقى المحور الأول اللي هو عرض رمضان أو عادات رمضان قديما مدام أن عامل إرشادي أنا أتحدث عن العادات في رمضان وهنا لكي لا أعمم يجب أن أقول أنا لا أتحدث عن العادات السيئة فقط أو العادات الإيجابية فقط أنا أتحدث عن رمضان ما بين القديم والجديد إذن ما هو الهدف من هذا الموضوع؟ هو هدف الهدف إرشادي إذن أنا أريد أن أرشد الناس وأرفههم ممكن يكون كمان أعلمهم بالحشياء القديمة التي كان أجدادنا يمارسونها ونحن بسبب ضغط الحياة والتطور التكنولوجي عكفنا عن عدم ممارستها إذن أنا عندما أحدد أنه الهدف تبعي أنا أريده إرشادي أرشد الناس على العادات الجميلة وأنفرهم من العادات القديمة إذن بقول بدأ أعرض للعادات رمضان قديما وهذا محور المحور الثاني اللي هو رمضان هذه الأيام طب دكتور إحنا ما عدينا أسئلة وما حددنا الأشخاص لا حدد في البداية الخريطة الخريطة هي التي ستقودك إلى الأشخاص وإلى الأسئلة والأسئلة ليست مهمة في الكتابة الصحفية للتحقيق الصحفي أو للتقرير كما سنأتي لاحقا إن شاء الله يعني خلال الأيام القادمة الهدف العام اللي هو تحديد المحور والمحور ترسله إلى متخصص اجتماعي متخصص نفسي متخصص اقتصادي متخصص استهلاكي متخصص تاريخي إحنا جمعنا خمس متخصصين هؤلاء هو من يجيبك على المحور بشكل مكتمل وبالتالي هو الذي يحدد إذن أنه بعد ما أحدد رمضان قديما ورمضان هذه الأيام ثم نتحدث إذن عن العادات العادات الجيدة والعادات السلبية وهذا مشترك ما بين القديم والجديد ثم نأتي هنا إلى المحور الثالث بعد ما عرضنا لرمضان قديما ورمضان حديثا نعرض إلى الدمج بين الجيد ونعمل كمان محور إرشادات للتثبيت الجيد ونعمل كمان محور علاج السلبية عندما نقوم بصناعة هذه الخريطة إذن أنا حددت أنه أنا بتكلم عن عادات رمضان بدي أعرض على رمضان عادات طب من وين أعرض هاي؟ العادات الجيدة والعادات السلبية إذن هذه من الأشخاص إذن أنا أحتاج إلى تجارب ملاحظين الخريطة هي بدأت تفرز لي ومن ثم بدي أعمل هنا محور أسميه محور مجهول ممكن يفتح معي في الكتابة الصحفية كل محور من هذه المحاور يحتاج إلى أشخاص يتحدثون فيه وشخصيات تجيب عنه أو تفتي به وكلما كانوا من المتخصصين أو الأكثر تخصصاً كلما كان الأمر إيجابي إذن العادات الجيدة أو العادات السلبية نجيب تجارب نسأل الناس نسأل ستة وستك كيف زمان كان عادات رمضان نسأل اليوم وإيش عادات رمضان وإيش الفرق بين الاثنين طيب بعدين بعد ما نعرض بس هو الهدف عرض لا الهدف أننا بدأ أعمل إرشاد بدأ أخلص أنه اليوم في عادات قديمة جيدة انتهت وفيها استبدلت بعادات سلبية اليوم في عادات اليوم جميلة ما كانتش موجودة زي زمان ودعم الإرشادات أننا أوعي الناس كيف أنهم يطبقوا هذه الإرشادات أو هذه العادات الجميلة ومنها لمة الناس ولمة الأهل بس إحنا اليوم في زمن كورونا صعب اللمة والنوع الآخر هو علاج السلبيات وعلاج السلبيات هنا يدخل فيه كل المتخصصين إذا كانت سلبيات صلة الرحم مثلا الناس إذا كان فيه مشاكل بينهم لا يزورون أرحامهم في رمضان هذه مشكلة كبيرة وبالتالي لماذا الزيارات فقط في أرحام لماذا إذا لا أمتلك أنا فلوس لا أزور أرحامي ممكن أن أزورهم بدون ما أخذ لهم هدية يعني كلها تدخل في إطار اقتصادي اجتماعي نفسي واقعي وأبحث عن الحلول من ثم بعد أعداد هذه الخريطة ببدأ أنا أمحورها المحور الأول هايو وهذا المحور الثاني بكتبهم ميم 3 ميم 4 ميم 5 ميم 6 وكما قلنا سابقا بعد ما أنطلق إذا أصبحت الخريطة واضحة أنطلق أنا إلى تنفيذ هذه الخريطة عبر عمل لقاءات مع أشخاص وتجارب شخصية مع ناس لهم علاقة في الموضوع ومن ثم أبدأ في فرز كل محور على حدة من المهارات الجيدة في الكتابة الصحفية نمرت 3 بعد إعداد وتنفيذ الخريطة يبدأ إيش أو تبدأ عملية الفرز إيش عملية الفرز إن أنا أبدأ أفرز المعلومات كل محور أضع معلوماته تحتي طب ما يفادت عملية الفرز التخلص من الحشو اللي قلناه قبل شوي الحشو الزائد اللي ما لهوش أي لازمة والتخلص من المعلومات المتضاربة إذا كان فيه معلومات متضاربة أو معلومات أو جمع المتشابهات إذا أنا عملت لقاءة مع شخصية اجتماعية تحدثت عن عدات رمضان قديما وهي نفسها تحدثت عن عدات رمضان اليوم وقالت كلام هنا مشابه لهذا الكلام بالتالي بيمكن أعمل عملية دمج إذا أنا عملت مقابلات مع ناس كبار في السن على سبيل المثال وقالوا والله رمضان زمان فيش أحسن منه أحسن من رمضانات اليوم إذا هذا الكلام باللهجة العمية المختبس من الأشخاص هؤلاء بتم عملية دمج له بعد عملية الفرز بتم عملية التحرير لكل محور يعني حرر كل محور على حدة وقلنا لكم سابقا ضعه في أوراق مستقلة وبعد ما تخلص الخريطة واضحة قدامك أنت حر في اختيار من أين تبدأ ممكن تبدأ بالعلاج ممكن تبدأ بعض الحالات ممكن تبدأ بالدمج بين الجيد ورشادات لتثبيت الأفكار الجيدة أنت حر من أين تبدأ تحدد محاورك وبتمسك أنت المعلومات اللي أنت جمعتها وبتبدأ تكتب في تحقيقك الصعفي على قالب الهرم المعتدل المقدمة تشمل ماذا؟ المقدمة ممكن تكون عبارة عن كلام الجدة اللي هي قالت أم أحمد البالغة من العمر تسعون عاما أن رمضان سابقا كان له نكهة وأبقى أجيب مقولة أم أحمد ورأيها في رمضان اليوم وأبدأ أستمر في المقدمة التي حددنا لكم أنواعها على صفحة المدل وبعد ما أبدأ الفقرة بهذا الكلام ولمعرفة العادات الجميلة الإيجابية والعادات السلبية التي نمارسها في شهر رمضان وكيفية علاجها وغيرها من المحاور هنا هذه الفقرة أو هذه النقطة أو هذه الكلمة التي هي تستخدم من أدوات الربط في التحقيق الصحفي كان على طول للرواد أو لأي صحيفة تعمل بها هذا التحقيق وهذا عملية الربط ما بين مقدمة التحقيق وبأبدأ في الجسم حسب المحاور ما أنا صنفتهم وكل محور بيكون هو عنوان فقرة كل عنوان محور هو نفسه عنوان الفقرة حسب أنا ما رتبت في الخريطة تبعتي أنا هنا بيكون عندي صورة مكتملة للتحقيق وكيفية كتابته عبر وقالب الهرم المقلوب من الأقل أهمية آسف الهرم المعتدل من الأقل أهمية إلى أكثر أهمية التي تأتي في الخاتمة ويكون الخاتمة كما ذكرنا تكون تلخصية تلخص الأراء أو تكون هي انطباع المحرر أو وجهة نظره في علاج هذا الموضوع أو تقييمه للحالة أي أن كانت أهم حاجة نحن نعرف ما الهدف من هذا التحقيق إلى هنا وينتهي هذا اللقاء على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في محاضرات مصورة قادمة أتمنى لكم دوام الصحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته